لقيت أسامي نافذة مغربية نافذة في الاتحاد الدولي للملاكمة لقيت زوبيدا ويسام عضو لقيت نبيل حليمي عضو عضو لجنة التسويق الاتحاد الدولي لقيت خالد القنديلي عثمان فادي أميمة بالحبيب اللي هي سفيرة الاتحاد الإفريقي لدى الإيبا اللي هي International Boxing Association لقيت عرابهم وهو عبد الجواد بالحاج طبعا هذه كلها معلومات بديت نبني قناعة لما بديت نبني قناعة بقيت بأنه كينة تدعيات سياسية وثقافية وعنصرية تتحكم في هذا التوجه لحسن الحظ أنه يخدم إيمان خليف أي حاجة تثير الجدل في كوكب لالا دايما بيتم ذكر اسم المغرب يعني مش مهم الموضوع إيه مش مهم هل الموضوع يخص المغرب ولا لا مش مهم المغرب تكلمه في الموضوع أصلا ولا لا ولكن أي حاجة تثير الجدل ليه علاقة بالجزائر دايما يبقى السبب المغرب يعني الأحداث اللي دارت الفترة اللي فاتت دي كانت ما بين لعبة إيطالية ولعبة ملاكمة جزائرية الموضوع لا يخص المغرب في شيء والمغربة يمكن ما علقوش عليه غير بالأخبار زي ما كل العالم بيعلق يعني العالم كله علق على الموضوع والمغرب علقوا على الموضوع كل الناس علقت على الموضوع ولكن بشكل راقي ما شفتش حدا الحاجة فلازم يطلع واحد في الإعلام بتاع كوكب لالا يقول إنه المغرب عنده ناس وأيادي وأضرع في الاتحاد الدولي الملاكمة وهما السبب في اللي حصل وهما اللي بيتسببه في اللي حصل وهناك تلاعب وكواليس وكولاسة والشغل بتعلم بدا اللي هو أصلا برضو بيتقال على فوز الأقجع في الكورة يعني دايما في أي لعبة يدور على حاجة يقولك آه المغرب ليه أضرع في هذه اللعبة طب وكده المغرب ليه أضرع في كل حاجة يعني أنا مش مصدق إن أنت عايز توصل المعلومة للناس وتضل للناس وإنت تقول إنه المغرب متحكم في كل حاجة في العالم وهو السبب في أي حاجة في العالم رغم إنه المغرب ما مساليش ليك هو مش فاضي هو رأي حاجات تانية بيعملها بينظم هينظم كاس عالم إن شاء الله اللهم ملات القواس هينظم اللي كان 2025 فهو مش قاعد فضيلك عشان يحط بقى أضرع في كل الاتحادات ويبقى ضد الناس اللي بيلعبوا من الجزائر يعني الموضوع صعب قوي غريب جدا يعني وعلى فكرة مش ده بس اللي قال كده تعالوا نشوف التاني شفنا عدد من أعضاء الاتحاد الدولي الملاكمة من مغاربة يعني بكل صراحة مغاربة معرفين بالأسماء إذن هناك برضو مغاربة معرفين بالأسماء هم المتلعبين وهما السبب وهما السبب في كل حاجة وإنه أي ضجة تحصل لها علاقة بشيء جزائري لازم يكون المغاربة هما السبب فيه أنا ما شفتش كده بصراحة وهنا أنا طالع بس أقول كلمتين في الفيديو ده إنه مش دايما أنا ما بحبش الناس اللي دايما تعلق أي أحداث بتحصل عندها أو أي أحداث تخصها على شماعة حد تاني يعني دايما زي بعض مثلا الأندية في مصر يعني يطلع يقولك أصلا أنا بتغلب بسبب كذا أصلا أنا تغلبت بسبب المظلومية أصلا أنا دي المظلومة العمري دايما المظلومية دي وحشة أنك تدعي دايما أنه في حد إيده في حياتك هو اللي بتسبب في اللي بيحصل لك لا إحنا عملناش دعوة فأرجو أنك ما تجيبش زد المغرب في حاجات ما تخصش المغربة قاعد البص الخريطة وأرجو أنك أنت مش كل حاجة تقحم فيها اسم المملكة المغربية المغرب مش فاضي مامساليش ليك المغرب عنده حاجات وراء بيعملها مركز في حياته مركز في نجاحاته بيسير لقدام المغرب مش قاعد مستني حضرتك ومركز في حيات حضرتك عشان يتلاعب ضدك ويحط أيدي في اللجنة الأولمبية بتاعت الملاكمة ولا في الاتحاد الملاكمة العالمي فيقصي إيمان المغرب مش مركز في الكلام ده خالص هو مركز في نفسه يعني أنا ما كنت في المغرب لسه من كم أسبوع المغرب قاعدين بتفرقوا على ماتشاف منتخب المغرب مركزين في نفسهم ما لهمش علاقة بيك أنت مش في دماغهم ولا في بالهم أنت اللي بتقحم اسمهم دايما في كل حاجة تخصهم وما تخصهمش وبتاخد تراثهم وبتاخد تاريخهم وتعطل علي بتاعك وحاجات كتير قوي فدايما يجبدوا المغرب في أي حاجة بيتكلموا فيها لان الله فتوكب الله جزائري بيحذر الشعب المغربي وبيقول لهم اخرجوا من بيوتك ضروري تحذير كل المستوطنين المغاربة في الأراضي المحتلة للسحراء الغربية يعني منطاح الجويرة منطقة حرب أنت في خطر عليك الفرار من السحراء القصف سيكون في جميع الأماكن المستثميرين المستوطنين عليكم بالرحيل تحدرتكم تحذير الأول جدق في السمارة تحذير الثاني جدق في السمارة أما الآن جميع المناطق فلنذهب وراءهم إلى يثرب جميعا فيه ايه عمل حاجة مالك فيه ايه وبعدين ايه المستوطنين المغربة دي بوس خلي بالك من الكلمة دي بقى عشان الكلمة دي ليه هدف ما هو اصلي كلام مش اعتباطا كده هو كده كده عبيت ومن كوكب لالة بس لما يتكلم بيرمي لك حتة في النص يقول لك المستوطنين المغربة يعني المغربة اللي عايشين في مدينة او في ارض مش بتاعتهم هو يقصد كده بيقول كده وعنبي وحاذري بيقول لك خروجوا من بيوتكو يا جماعة اي مغربي سكن في الصحراء ياخد هدومه وتفضل يعني يخرج لان انا بحذركوا وانتو مش عارفين اللي هيحصل ناس عايشين في كوكب لالة لما تيجي تتكلم على الناس مثلا بيقولوا كلام تلت ربعة وغلطوا ايه ناس يعني عقلهم تعبان ناس مش عارفين وما بيقولوا ايه ناس مش مثقفين ولكن ده كوكب لالة مالوش صفة تانية يعني هو كوكب لالة يطلع لك مخلوق او كائن زي ده كده احنا لانا الله في كوكب لالة ميل يخرجوا من بيوتهم يا ابني انت عبيت يا ابني انت محتاج علاجة حبيبي روح افطر بلحم الحمير وتغدى وتعشى بلحم الحمير ده اذا لقيته اساسا في كوكب لالة وبعدين ابقى تعالى اتكلم بقى على المغرب بقولوا هم اخرجوا وما تخرجوش وانصحنا انا مش عارف في صراحة من هذا كائن لكي ينصحنا جميعا وبعدين برضو الراجل يمد رجله داخل المملكة المغربية او داخل الصحراء المغربية بس وهو عارف يعصى ليه كويس فلان الله في كوكب لالة طب احنا ما عادي يعني عمل حاجة مش فرق انت تقول ولا ما تقولش ولا تشجع ولا ما تشجعش احنا كلنا كنا بنشجع المنتخب المغربي من قلبنا واللي مش عايز يشجع المنتخب المغربي ما يشجعش لا المنتخب المغربي مستنيك تشجعه ولا المغربة مستنينك تشجع منتخب المغرب ولا المغرب هيخسر حاجة لما انت ما تشجعوش يعني عادي عمل حاج انت كده كده منتخبك مش في الولمبياد اصلا وخلي بالك بقى المباراة النهائية هتقوم بما بين اسبانيا وفرنسا طب انت عمل حاج بقى هتشجع اسبانيا اللي انت كنت بتشجعها مبارح ولا هتشجع فرنسا اللي هي ماما فرنسا يعني هتختار مين بقى هتختار أمك ولا اللي كنت بتشجعها مبارح انا بوجهة نظري شجع أمك صدقني عام الحاج يعني كده كده برضو الدم حن ودي برضو شجعتها قدام المملكة المغربية وشجعوا في المباراة النهائية ان شاء الله وبرضو مباراة مصر والمغرب هم يعني كوكب لالا هيشجعوا مصر اكتر مننا احنا يعني اكتر من المصريين نفسهم هتلاقي كوكب لالي المواطن الكوكبي لالي قاعد متحمس جدا لتشجيع منتخب مصر اكتر مننا احنا احنا هنتحمس والمصريين هتحمسوا بس هو هتحمس اكتر بكتير صدقني يعني احنا مثلا انا عن نفسي لو منتخب مصر فاز اكيد هفرح وهزع لمنتخب المغرب لانه منتخب بلد اذا منتخب المغرب فاز هزع لمنتخب مصر بس برضو هفرح للمغربة لكن المواطن الكوكبي لالي هيشجع مصري اكتر مننا هو مصري دلوقتي اكتر مننا ها يلا نشوف اللي بعدين تشغل دماغك بالمغرب اكتر من بلدك يعني انت تشغل دماغك بالمغرب اكتر من جزائر يا كابتن منتخبكو ما دخلش الاليمبياد يعني زي ما ما دخلش قبل كده برضو كس العالم وبرضو فضلتو تتكلموا والمباراة تتعاد كس العالم خلص قلتو المباراة تتعاد مبعدين طيب الى ما لنهاية نفضل نتعامل مع كوكب لالا ده انت قعب تدعي ربنا عشان المغرب يخرج ليه يا ابن انتعد هو في ايه يا جماعة طب ما تدعي ربنا احسن ان المنتخب الجزائر يلعب اصلا في البطولة بدل ما هو برا البطولة يلعب في البطولة عشان تشجع منتخب بلدك ويبقى عندك منتخب في الاليمبياد تشجعه بدل ما انت قاعد تتدلل واحد يشجع اسبانيا واحد يشجع ماما فرنسا وكدعي ما تشجع منتخب بلدك فإدعي ربنا ان منتخب بلدك يتأهل لبطولة قادمة ان شاء الله وشجع منتخب الجزائر عادي بكل حب يعني بدل ما انت قاعد تشغل دماغك بالمغرب ومستنيه يخسر وقاعد تقول يا رب يخسر طبلي ليه شغل دماغك بغيرك ما تبصي في ورقتك لانا الله في كوكب لالا ولا يكون فعونا جميعا وللشعب المغربي الله في كوكب لالا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله بتصوش تعملوا لايك وبرتاج فلنقاوم كوكب لالا جميعا لانه كوكب لالا مستلمني ومدمر فيديوهاتي خالص لانا الله في كوكب لالا